اول حاجة هعملها عقدة البداية. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمس كما السلاسل بروح على اول سلسلة بدخل وبسحب الخيط وبخرج بمنزلقة. كده انا عملت دايبا. بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة لفع الابراء. من داخل الفراج اللي عملته باخد تاني عمود. والعمود التالت. كده اشتغلت بالارتفاع تلاتة عمود. واحد اتنين سلسلة من نفس الفراج باخد تلاتة عمود. العمود الاول. العمود التاني. العمود التالت. واحد اتنين سلسلة من نفس الفراج باخد تلاتة عمود. العمود الاول. العمود التاني. العمود التالت. وكده انا اشتغلت الدور الاول. تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود. بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة بحليف الشغل. نلفها من اول فراج هاخد الصدفة. والصدفة انها هبدأ بتتكون من تلاتة عمود اتنين سلسلة. تلاتة عمود. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس سلاسل على الفراج التاني هاخد صدفة. اول عمود. العمود التاني. العمود التالت. واحد اتنين سلسلة من نفس المكان باخد تلاتة عمود. العمود الاول. العمود التاني. العمود التالت. وكده الدور التاني خلص. يبقى صدفة. خمسة سلسلة صدفة. بعد كده واحد اتنين تلاتة سلسلة وهلف الشغل. ومن اول فراج بتاع الصدفة ومن الفراج بتاع الصدفة هشتغل صدفة. العمود الاول. العمود التاني. العمود التالت. واحد اتنين. ومن نفس الفراج باشتغل تلاتة عمود. العمود الاول. العمود التاني. العمود التالت. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. خمس سلاسل لفع الابر. عندي فراج من خمسة سلسلة هنا. في الوسط بالشكل ده باشتغل عمود. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. كما السلاسل وعلى صدفة النهاية هشتغل صدفة. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين سلسلة. ومن نفس المكان باخد تلاتة عمود. والصدفة بتاعة البداية والنهاية هتستمر معنا تنمحن شجلين الشال. وكده الدور التالت خلص. واحد اتنين تلاتة سلسلة وهلف الشغل. وعلى صدفة البداية هشتغل صدفة. ليه بتتكون معي من تلاتة عمود. العمود الاول والتاني والتالت. واحد اتنين سلسلة. نفس المكان باخد تلاتة عمود. العمود الاول. التاني. التالت. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس سلاسل اللي فعلى الابرة. عندي هنا عمود. قبل العمود في الفراج باخد عمود. من فوق العمود هياخد العمود التاني. بعد العمود في الفراج هياخد العمود التالت. كده العمود اصبح عندي تلاتة عمود. واحد اتنين تلاتة كما السلاسل على صدفة النهاية هشتغل صدفة. واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين سلسلة. من نفس الفراج باخد تلاتة عمود. واحد اتنين تلاتة. وكده الدور ابرابها خلص. واحد اتنين تلاتة سلسلة وهاليف الشر. ومن الفراج بتاع الصدفة بتاعت البداية هشتغل صدفة. العمود الاول. والتاني. والتالت. واحد اتنين سلسلة. من نفس الفراج باخد تلاتة عمود واحد اتنين تلاتة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس خمس سلاسل. عندي هنا تلاتة عمود. هاخد من الفراج قبلهم عمود. وده الاول. بعد كده. اول عمود هيقابلني هاخد العمود التاني. والتالت. وربع. ومن الفراج هياخد العمود الخمس. كده التلاتة عمود اصبحوا عندي خمسة عمود. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة سلسلة. وعلى الصدفة بتاعت النهاية هشتغل صدفة. اللي هي تلاتة عمود اتنين سلسلة تلاتة عمود. وهي بتفع تلاتة سلاسل ولف الشغل. وابتدي الدور السادس باول صدفة. ونرجع تاني. انا كده خلصت الدور الخامس وبدأت السادس باول صدفة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمس سلاسل لفع الابرة. وعندي هنا خمسة عمود. قبل الخمسة عمود في الفراج باخد عمود. وده بالنسبة لي الاول. بعد كده من على اول عمود هياخد العمود التاني. والتالت. ورابع. والخامس. والسادس. ومن الفراج بعد الامدان هياخد السابع. كده ايه الخمسة? اصبحوا عندي سبعة عمود. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. ولفع الابرة. وبروح على صدفة النهاية باشتجلها صدفة. وابتفعت لها السلاسل وابتدي الدور السابع باول صدفة ونرجع تاني. انا كده خلست الدور السادس وبدأت السابع باول صدفة. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس سلاسل لفع الابرة. عندي هنا سبع عمود. في الفراج قبل اللامدان باخد عمود. وده الاول. بعد كده من فوق اللامدان اول عمود هارده. وده هيبقى بالنسبة لي التاني. اللي بعده هيبقى التالت. اللي بعده هيبقى الرابع. والخامس. والسادس. والسابع. والتامن. من الفراج بعدهم التاسع. كده بقى عندي تسع عمود بدل سبع عمود. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمس سلاسل وعلى صدفة النهاية هاشتغل صدفة. وهبتفع تلات سلاسل وابتدي الدور التامن باول صدفة ونرجع تاني. انا كده خلصت الدور السابع وبدأت التامن باول صدفة. ومن اول ما بتلاقي نفسك اشتغلت التسعة عمود. يبقى كده انت هتبداي الدور الجديد تأسسي. خلصنا التسعة عمود. الدور التامن هنبدأ نأسس. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. لفع الايبا من اول فراج على طول باخد عمود. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. كما السلاسل. عندي هنا تسعة عمود. على اول عمود بدخل وباسحب الخيط. اول مرة. والتانية. والتالتة. وربعة. لفع الايبا بخرج منهم كلهم مع داختين. لفع الايبا بخرج من الاتنين. واحد اتنين سلسلة. لفع الايبا. بفوت عمود وبروح لعمود اللي بعده وباشتغل. بف. من اربع سحبات. اربعة. لفع الايبا بخرج منهم كلهم مع داختين لفع الايبا بخرج من الاتنين. واحد اتنين سلسلة بفوت عمود بروح اللي بعده باخد بف. من اربع سحبات. لفع الايبا بخرج منهم كلهم مع داختين لفع الايبا بخرج من الاتنين. بعد كده واحد اتنين سلسلة لفع الايبا بفوت عمود بروح اللي بعده باخد بف. واحد اتنين تلاتة اربعة. لفع الايبا بخرج منهم كلهم مع داختين اللفع لابا بخرج من الاتنين. واحد اتنين سلسلة. بفوت عمود. بروح اللي بعده باخد بف. واحد اتنين تلاتة اربعة. لفع لابا بخرج منهم كلهم مع داختين. لفع لابا بخرج من الاتنين. كده بقى عندي فوق اكتاس عمود خمسة اشتجلتها الاول والتالت والخامس والسابع والتاسع. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. خمس سلاسل. وعلى الفراج على طول هشتجل عمود. كده اسسنا للجبزة الجديدة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس سلاسل اللي رفع على الابرة. وعلى صدفة النهية هشتجلها صدف. واهلف الشغل. وابتدي الدور التاسع باول صدفة ونفجعة تاني. كده خلست الدور التامن وبدأت التاسع باول صدفة. بعد كده. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمس سلاسل اللي رفع على الابرة. عندي هنا عمود. قبل العمود في الفراج باخد عمود. وده العمود الاول. فوق العمود باخد العمود الثاني. بعد العمود في الفراج باخد العمود التالت. كده بقى عندي تلاتة عمود. وده تكرار. اتنين تلاتة اربعة خمسة. كما السلاسل اللي رفع على الابرة. عندي هنا خمسة بف. بين البف والبف في فرار اتنين سلسلة بادخله باسحب الخيط. واحد اتنين تلاتة اربعة. لفع على الابرة باخد منهم كلهم معدختين. لفع على الابرة باخد من الاتنين. واحد اتنين سلسلة كفاصل. بروح الفراج اللي بعده باخد بف. من اربع سحبات. اتنين تلاتة اربعة. لفع على الابرة باخد منهم كلهم معدختين. لفع على الابرة باخد من الاتنين. واحد اتنين سلسلة كفاصل. بروح الفراج اللي بعده باخد البف التالت. اتنين. تلاتة. اربعة. لفع على الابرة باخد منهم كلهم معدختين. لفع على الابرة باخد من الاتنين. واحد اتنين سلسلة كفاصل. بروح الفراج اللي بعده. باشتغى البف. لفع على الابرة باخد منهم كلهم معدختين. لفع على الابرة باخد من الاتنين. اصبح الخمسة عندي اربعة. بالشكل ده. واللي اشتغلنا قبل البف هنشتغله بعد البف. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. خمس سلاسل. لفها الابر. بعد كده عندي عمود قبل العمود في الفرغ باخد العمود الاول. فوق العمود باخد العمود التاني. بعد العمود في الفرغ باخد العمود التالي. بابع العمود اصبح عندي ثلاثة عمود. واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. خمس سلاسل. وعا الصدفة هاشتغل الصدف. اللي هي ثلاثة عمود اتنين سلسلة ثلاثة عمود. هخلص الدور التاسع وابدأ العشر باول صدفة ونرجع تاني. انا كده خلصت الدور التاسع وبدأت الدور العشر والدور العشر. احنا بنكرر الدور الخامس. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس سلاسة اللي فعل ابرا عندي هنا تلات عمود قبل التلات عمود في الفراغ بأخذ اول عمود بعد كده من على اول عمود هيقبني هاخد العمود التاني واللي بعده هاخد العمود التالت واللي بعده هاخد العمود الرابع من الفراغ بعدهم هاخد العمود الخامس كده اصبحوا التلاتة عندي خمسة عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمس خمس سلاسة اللي فعل ابرا عندي اربعة باف بفروط الباف بروح الفراغ اللي بعدها باسحب الخيط اول مرة التانية التالتة الربعة لفعل ابرا بخرج منهم كلهم عاد ختين لفع ابرا بخرج من الاتنين واحد اتنين سلسلة الفراغ اللي بعده باسحب الخيط وباخد الباف التانية من اربعة سحبات اتنين سلسلة بروح الفراغ اللي بعده وباسحب الباف التالتة نفع الابرا بخرج منهم كلهم عاد ختين على الابرا نفع الابرا بخرج من الاتنين الابرا اصبحوا تلاتة واحد اتنين تلاتة اربعة خمس كما السلاسل اللي فعل ابرا عندي هنا تلاتة عمود قبلهم في الفراغ بالشكل ده باخد اول عمود فوق اول عمود باخد عمود التاني باخد عمود والتالت باشتغل عمود من الفراغ بعدهم هاخد عمود كده تلاتة اصبحوا عندي خمس بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمس سلسلة وعلى الصدفة هاشتغل صدفة وهلف في الشغل وهاشتغل اول صدفة في الدور اللي 11 ونرجع تاني انا كده خلصت الدور العاشر وبدأت اللي 11 باول صدفة بعد كده والدور اللي 11 هو تكرار الدور السادس واحد اتنين تلاتة اربعة خمس خمس سلسلة اللي افعل ابرا عندي هنا خمس عمود قبلهم في الفراغ كده باخد اول عمود اول عمود هيقابلني هاخد من عليه التاني اللي بعده هيبقى التالت واللي بعده هيبقى الرابع واللي بعده هيبقى الخامس واللي بعده هيبقى السادس وفي الفراغ هاخد عمود هيبقى كده معي سبع عمود يبقى الخمسة اصبحوا معي سبع واحد اتنين تلاتة اربعة خمس خمس سلسلة اللي افعل ابرا عندي هنا تلاتة بف هفروت اول بف واروح الفراغ اللي بعدها واخد بف واحد اتنين تلاتة اربعة لفع الابرا بخرج منهم كلهم مع د اللفة على الابة بخرج من الاتنين. واحد اتنين سلسلة كفاصل بروح الفراج اللي بعده باخد تاني بف. واحد اتنين تلاتة اربعة. لفة على الابة بخرج منهم كلهم على دختين اللفة على الابة بخرج من الاتنين. يبقى التلاتة اصبحوا عندي اتنين. واللي اشتغلناه قبل البف هنشتغله وبعد البف. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس سلاسل. عندي هنا خمسة عمود. هاخد قبلهم عمود وبعدهم عمود هيبقوا سبع عمود بدل خمسة عمود. خمس سلاسل وصدفة. هكمل الدور اللي احداشر. وابدأ اللي اتناشر باول صدفة ونرجع تاني. انا كده خلصت الدور اللي احداشر وبدأت اللي اتناشر باول صدفة. والدور اللي اتناشر هو تكرار الدور السابع اللي فيه تسع عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة كما السلاس اللي فعل ابرة عندي هنا سبع عمود في الفرار قبلهم هاخد اول عمود من اول عمود هاخد العمود التاني واللي بعده هاخد التالت واللي بعده هاخد الربعة اللي بعده هاشتجل الخامس والسادس والسابع والتامن ومن الفرار هاخد العمود التاسع يبقى السبع عندي اصبحوا تسع عمود الشكل ده بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس سلاس اللي فعل ابرة عندي اتنين بف بفوت البف وبروح الفرار اللي بعدها باخد بف واحد اتنين تلاتة اربعة نفع الابرة بخرج منهم كلهم ما ده خطين اللفع الابرة بخرج من الاتنين الاتنين اصبحوا عندي واحدة وكده الجبزة تقفلت بالشكل ده بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة خمس سلاسل عندي هنا سبع عمود هشتجل قبلهم عمود وبعدهم عمود هيبقوا عندي تسع عمود خمس سلاسل وصدفة هخلص الدور الاثناشر وابدأ الدور التلاتاشر بأول صدفة ونفجع تاني انا كده خلصت الدور الاثناشر وبدأت التلاتاشر بأول صدفة واحنا اتفقنا كل ما هنعمل التسع عمود يبقى الدور الجديد هنأسس فيه يبقى الدور التلاتاشر هنبدأ نأسس من تاني هنشوف دلوقتي هنأسس مع بعض للغبز الجديدة وأماكنها فين وبعد كده انتي هتعرف تأسسي وتكررين لوحدك ان شاء الله عندنا في التأسيس دايما سبتين واحدة في البداية وواحدة في النهاية يبقى على طول دولة سبتين معنا الأولى والأخيرة بعد كده كل غبزة هنقفلها هيبقى فوقيها تأسيس كده الغبزة تأفلت شايفها تعرف انها تأفلت بالبف الأخيرة كده تأفلت يبقى هنأسس فوقيها يبقى دلوقتي عندنا واحدة في البداية واحدة في النهاية واحدة فوق الغبزة اللي تأفلت هنشوف دلوقتي واحد اتنين تلاتة اربعة خمس خمس سلاسل لفة على الابرة عندي فراغ خمس سلاسل هنا هاخد في وسط الفراغ عمود واحد اتنين تلاتة اربعة خمس خمس سلاسل شايفها ده ما كان الجبزة الجديدة اول عمود لفة على الابرة عندي تسعة عمود على اول عمود هدخل واسحب الخيط واحد اتنين تلاتة اربعة لفة على الابرة بخرج منهم كلهم مع دخلتين لفة على قبل عمود راغ من الاتنين كده عملت ب varies hu واحد سلاسل كفاصل بفروت عمود بروح اللي بعده verخد البف الدلت اتنين تلاتة اربعة لفعة الابها بخرج منهم كل مو عدختين. لفعة الابها بخرج من الاثنين. واحد اتنين سلسلة كفاصل بفروت بعود بروح اللي بعده باشتغل البف واحد اتنين. تلاتة اربعة لفعة الابها بخرج منهم كلهم مع دختين اللفع لبقى بخرج من الاتنين. كده اشتغلت اربعة بف. واحد اتنين سلسلة كفاصل بفروط عمود بروح اللي بعده بشتغل بف. واحد اتنين تلاتة اربعة. لفع لبقى بخرج منهم كلهم مع دختين اللفع لبقى بخرج من الاتنين. كده اشتغلنا الخمسة فوق التسعة عمود. بعد كده واحد اتنين تلاتة اربعة خمس. جعل سلاسل لف على الابر عندي هنا البف اللي هي في تقفل الورزة. فوق البف هياخد عمود. وده مكان الجودة الجديد. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. جعل السلاسل لف على الابر عندي هنا تسعة عمود على اول عمود حاخد بف واحد اتنين تلاتة اربعة لف على الايبة باخرج منهم كلهم عدختين لف على الايبة باخرج من الاتنين واحد اتنين سلسل بفوت عمود اروح لعمود التالت اخذ البف التاني واحد اتنين تلاتة اربعة لف عليبة باخرج منهم كلهم معادة خطين لف عليبة باخرج من الاتنين واحد اتنين سلسلة كفاصل بفوت العمود ربابا وبشتغل على عمود الخامس بف واحد اتنين سلسلة كفاصل بفوت العمود السادس بشتغل على السابع بف واحد اتنين سلسلة بفوت العمود التامن بشتجل على العمود التاسع البف الخمسة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمس سلاسل لفع الابر عندي الفرج القبل الصدفة هشتجل عمود. وهنا مكان الجبزة التالتة. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة. خمس سلاسل وعلى الصدفة هشتجل الصدفة. اللي هي تلاتة عمود العمود الاول العمود التاني العمود التالت. واحد اتنين سلسلة. ثلاثة عمود. العمود الاول العمود التاني العمود التالت. ونبدأ نكبر. نشوف اماكن اللي هو بس كده. هنا في البداية أصبح عندنا فيه غرزة وفوق الغرزة اللي قفلناها أسسنا الغرزة جديدة وفي النهاية فيه غرزة هنكرر بنفس النمط بالشكل ده وهعمل النموذج بتاعي ونرجع عشان نشوف الشكل النهائي بتاع الشال ايه أنا كده اشتغلت النموذج بتاع الشال هنا اشتغلنا التسعة عمود يبقى الدوب الجديد على طول هنبدأ نأسس في البداية هنأسس واحدة في النهاية هنأسس التانية ودولة سبتين معانا اللي في البداية واللي في النهاية بعد كده قفلنا الجبزة دي هيبقى فوقيها واحدة وقفلنا الجبزة ديت هيبقى فوقيها واحدة واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا وهنبدأ نكرر الجبزة شكلها حلو قوي طلبتها مني احدى المتابعات اتمنى انها تكون شافتها دلوقتي كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاني النهار ده اتمنى الشبح كان واضح وشال عجبك لو عجبك يا بيت تدعمينا بلايك وشير ولو جديدة معنا تشتركوا في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصل لك كل جديد ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة